الفيديو ده هو الجزء الأول من مجموعة فيديوهات الشرح للأنواع والتركيبات بغرف مضخات الحريق هنتكلم في الجزء الأول عن تطبيقات الاستخدام وأنواع المضخات بنظام الـ Automatic Sprinkler System الـ Introduction هنبدأ بمقدمة نوضح فيها وظيفة المضخات ومكان تركيبها في شبكة الـ Automatic Sprinkler System فهنبدأ بالخزنات فعندي الخزنات بتغذي المضخات بتاعت الحريق بكميات المية المية ديت بتقوم بعد كده المضخات بضخها في شبكة الـ Automatic Sprinkler System بضغوط معينة وكميات مية معينة حسب التصميم اللي موجود في المبنى عشان تغذي بعد كده المكونات والعناصر الرئيسية في الشبكة والنظام زي الـ Sprinkler والـ Sprinkler طبعا بمختلف أنواعه في عندي حسب نوع Detection بتاعت الـ Sprinkler نفسها فعندي الـ GlassBull وفيه النوع اللي هو Sermal Link وعندي الـ OpenSprinkler الـ OpenSprinkler ده بنستخدمه في بعض الحالات الخاصة لأنظمة الـ Pre-Action System كمان بنغذي في الشبكة المحابس اللي موجودة في سنديق الحريق واللي بيكون تصنفها حسب NFPA 14 للمحابس Class 1 محابس Class 1 هي الـ London Evolve المحابس اللي بتركب على سلالة من المبنى ودي بيتم استخدامها من كلاه رجال الإطفاء وعندي المحابس Class 2 اللي بتركب في سنديق الحريق اللي موجودة داخل المبنى الـ Indoor وعندي التصنيف الثالث الـ Class 3 اللي بيجمع ما بين Class 1 و Class 2 بيبقى فيه موجود المحبس الخاص برجال الإطفاء والمحبس الخاص بالـ Hose Reel أو الخراطين بتاعت الحريق اللي بتبقى في كبان الحريق اللي بيتم استخدامها من كلال الأشخاص المتواجدين في المبنى فعندي السنديق بتاعت الحريق إما Class 1 دي يتخصة برجال الإطفاء بتركب على السلالم إما Class 2 دي بتركب فيه داخل المبنى بيتم استخدامها من الأفراد اللي متواجدين في المبنى في حالة حدوث الحريق وفيه Class 3 ليها بعض التطبيقات والاستخدامات اللي بتجمع ما بين Class 1 و Class 2 كمان بنغزي Fire Hydrant اللي بيكون موجود حوالين المبنى والFire Hydrant بيكون استخدامه إما إن بيتم استخدامه في إن أنا باملق السيارات بتاعت الإطفاء العربيات بتاعت الإطفاء العربيات المطافي بتقدر إن هي تملق ميا من Fire Hydrant فمثلا لو في حريقة أو حاجة فبدل ما العربية بتاعت المطافي ترجع للمركز تاني وتتأخر مثلا على ما تملى الميا وترجع تاني الطف في الحريق فبيكون من أقرب Fire Hydrant موجود حوالين مكان الحريق بيقدروا إن هم يملوا سيارات الإطفاء ويقوموا بعمليات المكافحة كمان Fire Hydrant بنستخدمه إن ممكن نركل فيه الهوزري والخراطين بتاعت الحريق ونتمم عملية الإطفاء مثلا لو في Open Area مثلا باركنج أو حاجة وحصل حريق مثلا في الباركنج أو مثلا على وجهات المباني ففي منه بعض الأنواع بيركب على وجهات المباني Fire Hydrant دي من ضمن المكونات والأجزاء الرئيسية في شبكة الـ Automatical Sprinkler System وبالتالي لازم ناخد في اعتبارنا إننا لما بنتكلم عن مضخات الحريق في نظام الـ Automatical Sprinkler System فيعتبر كأننا بنتكلم عن قلب النظام اللي لو حصل فيه أي مشكلة فبالتأكيد هيأثر على الـ System بالكامل أنواع مضخات الحريق هنتكلم عن أنواع الفاير بامب حسب الدور والوظيفة اللي بتقوم به في الشبكة فعندي المضخة الرئيسية المين فاير بامب والمضخة الـ Standby المضخة الاحتياطية ومضخة الجوكي مضخة التعويض هنبدأ نتكلم بشكل تفصيلي عن كل نوع من أنواع المضخات ووظفتها واستخدامها في الشبكة هنبدأ بالمضخة الرئيسية المين فاير بامب ولما بنقول Electrical Motor فده بيكون مقصود به المحرك اللي بيقوم البامب طيب البامب نفسها هي لها أنواع فأشهر نوع بنستخدمه في مضخات الحريق هو الـ Centrifugal Bomb والـ Centrifugal Bomb بيكون لها أنواع الأنواع ديت بنبدأ بالـ End Suction الـ End Suction بيكون اتجاه الخروج للـ Flow عمودي على اتجاه الدخول والـ Bomb اللي من النوع الـ End Suction Bomb بتكون لها كابستز وقدرات محدودة بعد كده عندي الـ Vertical In-Line Bump الـ Vertical In-Line Bump بيكون المطور في الاتجاه الرأسي على المضخات وبيكون اتجاه الدخول واتجاه الخروج على محور واحد تجاه الأفخي الدخول والخروج والـ Bump نفسها أو المطور نفسه في الاتجاه الرأسي بعد كده عندي المضخة الأشهر والأكتر استخداماً في الكابستز الكبيرة أو المضخات ذات القدرات الكبيرة والمباني اللي فيها شبكات يعني بتحتاج مضخات بكميات فلورية عالية وهي الـ Horizontal Split Case Bump طبعاً ده كله لسه تحت الـ Centrifugal Bump يعني اللي احنا بنتكلم عنه ده هو الـ Centrifugal Bump بس الـ Centrifugal Bump بأنواع اللي احنا اتكلمنا عنه الـ End Suction وبعد الـ End Suction اتكلمنا عن الـ Vertical In-Line Bump بيكون من ضمن مميزات المضخات اللي سبيلت كيس إن أنا بقدر أفكها وأعمل لها صيانة لو في أي مشكلة في الـ Empeller وإي موجودة في الموقع ففي بعض المضخات أنت بتحتاج تفكها بالكامل وتوديها مثلاً للـ Manufacturer أو للـ Sublier بتاعها لو فيها أي مشكلة أو لو فيها عطل أو صيانة لكن في مضخات زي الـ Empeller ودي بتكون من مميزاتها أقدر إن أنا أفك الكيسنج بتاعتها الكيسنج بتاعت البمب وأقدر إن أنا لو فيه مشكلة مثلاً في الـ Empeller أو في الشفت أقدر إن أنا أحلها في الموقع دي بتبقى من مميزات المضخات اللي سبيلت كيسنج إن هي فيها إمكانية إن أنا أقدر أفكها وأعمل أي صيانة أو أي حاجة وأرجع تاني أركبها وهي في مكانها في الموقع دي كده اللي سبيلت كيس بمب ده غير طبعاً من زيبتها الرئيسية إن هي بتقدر تديني كباس تزوفلوه بكميات كبيرة بعد كده في الـ Centrifugal Bomb عندي مضخة الـ Vertical Turbine والـ Vertical Turbine بنستخدمها لما يكون منسوب الخزان بتاع المية اللي أنا بسحب منه المية عشان بعد كده أضخها في شبكة الـ Sprinkler System فالمنسوب ده بيكون أوطى من المضخة يعني المنسوب بتاع الخزان دوت في level والمضخة ركبة في level الأعلى منه ففي الحالة دي أحنا بنحتاج نستخدم مضخات الـ Vertical Turbine وهي طبعاً بتتميز إن هي لها سرعات عالية سرعات كبيرة إحنا بنستخدمها لما يكون الخزان أو المنسوب المية اللي أنا بسحب منها في منسوب أقل من منسوب المضخة لكن في Normal Case في المضخات اللي فاتت كان إن الخزان لو الخزان مثلاً اللي أنا برسمه ده مثلاً الخزان التانك بيكون غرفة المضخات جنبها بتكون البنب جنبها على طول بيكون منسوب السحب بتاع المضخات ديت في جنب الخزان وبالتالي بيكون الضغط ده بوزيتف بيكون المية اللي دخلة للمضخات بوزيتف وبالتالي بتبدأ المضخة تشتغل ويدخل النظام لكن في حالة ان الخزان دوت في منسوب اقل من منسوب المضخة في الحالة دي احنا بنستخدم النوع الVertical Turbine Bump طيب نيجي بعد كده للمضخة الStandby مضخة الاحتياطية فهنبدأ بمضخة الديزل مضخة الديزل الهدف منها اننا لو حصل انقطاع للطيار الكهربائي الاساسي في المبنى لو مثلا حصل ان الكهرباء قطعت في المبنى طيب حصلت يعني حصل بعد كده حريق لقدر الله فانت في الحالة دي محتاج مصدر طاقة بديل Alternative Resource Power طيب مصدر الطاقة البديل ده انت هتجيبه منين حاجة من الاتنين اما الحالة الاولانية اللي احنا بنتكلم عنها ان انا عندي مضخة الديزل المضخة الديزل ديت حالة انقطاع الطيار الكهربائي المضخة الديزل هتوفر مصدر للطاقة بديل يقدر انه يقوم الفاير بامب في حالة حدوث اي حريق كمان مضخة احتياطية stand by يعني انا لو عندي مثلا اي سيانة مثلا المضخة الرئيسية حصل فيها اي عطل او اي سيانة فيبقى في حاجة stand by مثلا المضخة الرئيسية فيها مشكلة او مثلا حصل حريق وهي ما اميتش حصل فيها مشكلة ان هي تقوم اثناء الحريق فيكون عندي مضخة احتياطية كمان موجودة في السيستم بحيث ان في حالة وجود اي سيانة او وجود اي عطل للمضخة الرئيسية يكون في مدخة احتياطية جاهزة للتشغيل تقدر ان هي تقوم بدور مكافحة الحريق فهي بتقوم يعني كلمة احتياطية ديت حكتين احتياطية من حيث الباور من حيث ان هي بيجي لها مصدر طاقة بديل عن طريق مولد ديزل عندي محرك للديزل هو اللي بيحرك المدخة او مدخة احتياطية ان هي في حالة العطل او اي مشكلة فنية او مشكلة خاصة بالصيانة للمدخة الرئيسية هيكون في مدخة احتياطية قادرة ان هي تقوم النظام اللي بيمدي الديزل بالوقود وهنا طبعا ده شكل الخزان بيكون فيه مؤشر للكابستس بتاعة الفيول او الوقود اللي موجود داخل الخزان وبيكون هنا مثلا خط اندات الوقود بيكون فيه فينتل الخزان بيكون من تحت فيه غز الديزل بياخد خط يروح يغز بالديزل وفيه خط راجع من الديزل بيرجع على الخزان كمان لما بنتكلم عن المدخات الاحتياطية اللي من النوع الديزل فير بامب فبيكون مقصود بكلمة الديزل المحرك اللي بيحرك المضخة لكن البمب نفسها ممكن يكون ليها أكتر من نوع زي الصورة اللي احنا شايفينها كده المضخة الليload case centrifugal fire pump وزي المضخة اللي هنا Sunterfeugal 160 ده اللي احنا شرحناه في الجزء اللي فات زيه برضو مضخات القهربة مضخة القهربة المحرك ممكن يكون قهربة وراكب على نوع مختلف من البمب بس لما بنقول electrical fire pump أو diesel fire pump بيكون مقصود بيء المحرك اللي بيحرك المضخة بنشوف الفيديو diesel fire pump ده كده المحرك الديزل ودي باتريات اللي بتقوم المحرك ودي اللوح الكهرباء وهنا ده العدم بتاع الاحتراء وهنا ده البام ده الهيدر اللي بتجمع عليه المياه اللي بتتسهب من الخزانات وبعد كده بتغزي المضخات ده كده خط الدخول وخط الخروب بتاع الديزل فار بام وهنا ده الخزان بتاع الوقود ودي الباتريات اللي بتقوم المحرك وده هنا كده المؤشر اللي بيحدد الكابستز او الكمية بتاعت الفويل اللي موجودة جوه الخزان ده كده خط الدخول بتاع الفاير بامب الديزل والمحابس اللي عليها هنتكلم عليها بالتفاصيل في الفيديو الجاي وده الهضر اللي بيتكمع عليه المياه وبعد كده بتوزع على المضخات ده السحب من الخزانات هنا في الفيديو بنشوف انه مع مضخات الديزل بياخد من التستشارج من الخروج للمضخات بياخد خط التبريد المحرك اثناء التشغيل فاثناء التشغيل ولمحركات الديزل بتقوم الفاير بامب كيسن فاير ففي الحالة ديت هو بيستخدم خط من المياه من التستشارج بحيث انه يبرد المحرك اثناء الدوران والتشغيل وهنا ده خط الفايد في المياه كميات المياه الزيادة بياخدها وبيصرفها على شبكة الدرين بحيث ان لو فيه اي كميات مياه زيادة هو مش محتاجها في التبريد يعمل لها تصريف على الدرين ده كده خط المياه الفايد اللي هيبقى بالزيادة وبحيث ان هو يتخلص منه فيه الدرين وده الخطوط اللي بتدخل بعد كده عشان تبرد المحرك اثناء التشغيل فاثناء الدوران وتشغيل الديزل فاير بامب هو بياخد من خط الدستشارج من خط الخروج للمضخات خط للمياه بيعمله هو فلترة وبيعديه على استرينر بيكون فيه استرينر بحيث ان هي تمنع اي شوائب ان هي تدخل بعد كده على المحركات بتاعت الديزل برد المحرك اثناء الدوران والتشغيل للفاير بامب النوع الثاني من المضخات اللي ستاند باي في السيستم هتكون مضخات كهرباء بس في الحالة دي المبنى ده بيكون فيه مولدات بيكون فيه جينيريتور وبالتالي في حالة انقطاع الطيار الرئيسي بيكون فيه احمال الطوارئ احمال الطوارئ دي بيقومها من خلال وجود مولدات فيه جينيريتور في المبنى ففي وجود المولدات والجينيريتور في المبنى انا بقدر استخدم مضخة كهرباء المضخة الرئيسية مضخة كهرباء والمضخة الستاند باي مضخة كهرباء طبعا احنا شرحنا ان فيه فرق ما بين مضخة كهرباء اقصد بها الموتور اللي بيحرك المضخة وفيه فرق ما بين انواع البمب نفسها البمب اللي بيقومها الموتور فالبمب دي احنا اتكلمنا عن الـ centrifugal bump وعرفنا الانواع المختلفة زي الـ instruction زي الـ split case دي مثلا الـ split case يعني دي المضخة الـ split case اللي قلنا من ضمن مميزاتها ان انا اقدر اعمل لها صيانة وافكها لو في حاجة في الـ impeller بتاعها او مشكلة فيها وهي في مكانها في الـ site هتقوم الـ generator في حالة ان يقوم الـ generator بالتالي انا الـ system اصبح مستعد في حالة حدوث اي حريق يكون فيه المضخات جاهزة لان هي تقوم بدور المكافحات بتاعته وبالتالي انا اصبح عندي مضختين كهرباء مضخة stand by للتانية في حالة حدوث عطل مثلا لو المضخة الرئيسية حصل فيها عطل او حصل فيها مشكلة او حصل مثلا الحريق لكن المضخة الرئيسية مثلا اثناء المكافحة حصل فيها مشكلة وبازت مثلا وهي لسه وفي حريق بيحصل في المبنى فعندي مضخة stand by هتقوم بعد كده المضخة دي هي اللي تقوم بالدور بتاع المضخة الرئيسية وفي نفس الوقت في حالة انقطاع الطيار الكهربائي نضامن ان فيه مصدر طاقة بديل alternative resource power alternative resource power او مصدر الطاقة البديل ده هيكون جاهز في حالة حدوث اي مثلا حريق موجود في المبنى والطيار الكهربائي الرئيسي من قطع هيبقى فيه مضخات قادرة تقوم بالدور مكافحة الحريق بعد كده عندي مضخة التعويض المضخة الجوكي الهدف منها ان هي تعوض الفقد في الضغط في الشبكة بالكميات بسيطة يعني مثلا بدل ما يحصل ان مثلا يكون فيه تسريب في الشبكة او حاجة بسيطة في الشبكة فاتقوم المضخة الرئيسية لا بيكون فيه مضخة جوكي طبعا كمية الفلوريت بتاعتها بتبقى قليلة الضغط بتاعتها بيبقى متزبط على اعلى شوية من ضغط التشغيل بتاع المضخات الرئيسية بحيث ان اي تسريب في السيستم او مثلا حصل ان فيه اي ليكيج بسيط او مثلا حد فتح هزريل مثلا بشكل غلط او حاجة فبدل ما يقوم المضخة الرئيسية والكباستس بتاعتها كبيرة والفلوريت بتاعتها كبيرة وكده لا بيكون فيه مضخة جوكي هي اللي بتقوم بالدور ده فهي مضخة تعويض هي ميكا بامت بتقوم بدور التعويض حصل فقد في الضغط او فقد بسيط في الضغط موجود في النظام وطبعا هي ليها لمت يعني حتى الفقد اللي في السيستم ده ليه لمت مش هتقدر تعوب كمية الفلول للشبكة محتاجاها والفقد في الضغط كبير بتبدأ بعد كده تخش المضخات الرئيسية انواع غرف مضخات الحريق فاحنا هنقدر نصنف غرف مضخات الحريق بناء على اللي احنا شرحناها لنوعين من غرف المضخات النوع الاولاني غرف المضخات الحريق فيها مضختين كهرباء ومضخة جوكي وديت الحالة اللي احنا قلنا انه بيكون موجود فيها مولدات في المبنى عندي مصدر للطاقة البديل اللي في حالة انقطاع الطير الرئيسي هيقدر المصدر البديل ده يغذي المضخات بتاعت الحريق وتحصل المكافحة في حالة انقطاع الطير الرئيسي في الحالة التانية او غرف المضخات التانية هتكون غرف موجود فيها مضخة كهرباء ومضخة ديزل ومضخة جوكي ودي بيكون استخدامها في المباني اللي ما فيهاش جينيريتور بشكل عام ما فيش عندي مصادر للطاقة البديلة ما عنديش مولدات ففي الحالة دي أنا بستخدم الديزل كمحرك للبومب بحيث أن لو حصل حريقة وينقطع الطائر الرئيسي يكون فيه مصدر طاقة للبديل يقدر يقوم المضخة بتاعة الحريق نبدأ بالحالة الأولى حالة أن أنا عندي مضختين إلكتريكال مضختين كهرباء ومضخة جوكي وهنا احنا قلنا أن الحالة دي بيكون فيه مولدات في المبنى فدي صورة كده من مخطط هنا الإلكتريكال فاير بامب المضخة للحريق الرئيسية وهنا بيوضح لي المضخة الجوكي الجوكي فاير بامب ديت المضخة الجوكي وهنا المضخة بتاعة الإلكتريكال فاير بامب طبعا في الحالة دي سواء المضخة دي أو المضخة دي يعني هما الاتنين خلاص يعني هما الاتنين بيبقوا ستند باي لبعض الاثنين electrical والاثنين stand by لبعض لو دي فيها عطل دي شغالة ده كده شكل المخطط طبعا بيكون خط السحب على هدر واحد بيسحب ليه التلات مضخات مضخة الجوكي ومضخة الاثنين electrical الموجودين والتأسيمة اللي على المخطط دي انه هو بيسحب من خزانين هنا بنشوف في الفيديو مضختين electrical هنا في المبنى بيكون موجود generator ده كده هنا مضخة electrical ومضخة جوكي ومضخة electrical تانية هنا مضخة الاثنين electrical ووحدة جوكي طبعا بيكون كل مضخة من دول اللي هم اللوحة بتاعت القاربة الخاصة بها دي كده المضخة الالكتريكل خط الدخول دي كده المضخة الالكتريكل خط الدخول وخط الخروج وبتكون المضخات بتاعت الالكتريكل معمول حسابها والكباستس بتاعتها مع حساب الأحمال الخاصة بالمولدات اللي موجودة في المبنى فكده خط الخروج ده عدم الرجوع محبس عدم الرجوع وده محبس الـ OS & OI اللي بركب على الدخول وبركب على الخروج بعد كده نيجي للحالة التانية اللي موجود فيها مضخة كهرباء electrical pump وعندي مضخة ديزل وعندي مضخة جوكي وقلنا ان الاستخدام هنا بيكون عادة في المباني اللي مش موجود فيها مولدات معندي generator فبستخدم مضخة ديزل بحيث ان هي تقدر تأوم الفير بامب لو حصل انقطع للطيار الكاروبائي وهي كمان stand by في حالة اي عطل للمضخة الكهرباء الرئيسية فهنا المضخة البامب رقم واحد ديت الديزل والمضخة رقم اثنين ديت مضخة الجوكي والمضخة رقم ثلاثة دي المضخة الالكتريكي ودي كده صورة من المخطط اللي بيوضح التركيبات الخاصة بالفير بامب والمحابس اللي بتركب فيه الغرفة بتاعة المضخات وده اللي احنا لسه هنشرحه بالتفصيل هنا بنشوف غرفة فير بامب روم موجود فيها محرك الديزل للفير بامب ده كده خط السحب من الخزان والهضر بتاعة التجميع اللي بيجمع بعد كده المياه وبيوزعها على المضخات فهنا في الغرفة بيكون موجود مضخة الديزل ومضخة الكهرباء ومضخة الجوكي مضخة الجوكي بيكون دورها ان هي تحافز على الضغط في الشبكة لو حصل اي فأد في الشبكة بتعوض الضغوط فكده خط السنسنجلين اللي بيروح بعد كده بيغزي اللوحة فارضامب عشان البرشارد رانسيديوسر ياخد الاشارة وبعدين يحولها الاشارة ديجيتال ويدي اشارة لتشغيل المضخات فكده خزان الوقود للديزل وهنا دي المضخة الالكتريكة للمضخة الكهرباء فالغرف دي بيكون موجود فيها مضخة ديزل ومضخة كهرباء ومضخة جوكي ده السحب من الخزان هنا فكده خط السحب من الخزان وبعد كده ما بتطلع على الهدر فيه عندي هنا خزانين وفيه عندي خطين سحب على الهدر واحد ودي التواصلات على الخط الدخول للمضخة الالكتريكة ودي التواصلات على خط الخروج ده محبس عدم رجوع وبعد كده بيربط على خط الخط الرئيسي اللي بيوزع للشبكة وخط التستلاين ده خط التستلاين اللي بنعمل بيه الاختبارات ده كده المحابس محابس الدخول ده محبس سكينة واس اند واي دي واصلة مارينا بحيث ان هي تقلل اللي هتحصل نتيجة تشغيل المضخات ما تنقلش الفيبريشن في الشبكة كده محابس خط الخروج ده عندي خط منهم بيروح لتستلاين خط الاختبار ودي خط التاني بيروح للشبكة ده كده الوتر في الوميتر اللي بنقص به معدلات التدفق للمياه لما بنقص نعمل تشغيل واختبار للبامب خط ده بيكون خط طرد من المضخات وبيرجع للخزانات هل من الضرورة ان المباني اللي موجود فيها مولدات لازم يكون فيها المضخات اللي هنستخدمها في الفيربامب بيكونوا مضخاتين إلكتريكا لا مش بالضرورة يعني هنا انت بيكون عندك أوبشن يعني لو انا عندي جينيريتور بيولد الطاقة في حالة انقطاع الطيار الكهربائي على المبنى واقدر ان انا اخد من الحمل بتاع الجينيريتور ده واتبعا بتعمل حسابها في الحسابات والتصميم بتاع الجينيريتور نفسه والكباستيس بتاعته فلو الكلام ده معمول حسابه بيبقى عندك ان انت ممكن تختار ان انت يكون عندك مضختين كهرباء واحدة مين وواحدة ستاند باي ومضخة جينيريتور لكن في حالة بعدها موجود الجينيريتور انت بتركب مضخة كهرباء ومضخة ديزل ومضخة جينيريتور وممكن برضو المبنى يكون موجود في جينيريتور بس الجينيريتور دوت هو مش هيستخدمه في الأهراض الخاصة بمكافحة الحريب هو هيستخدم الجينيريتور مثلا عنده غرف خاصة في المبنى زي غرف تادا سنتر او عنده اماكن مثلا خاصة بالتحكم والكنترول في المبنى تعتبر بالنسبة له مؤمة فهو جايب علشانها مثلا المولدات بتاعته في الحالة ديت انت هتركب برضو في رغم وجود الجينيريتور ممكن يكون موجود في جوكي ومضخة ديزل الستاند باي يكون ديزل ومضخة الالكتريكي لكن بيكون من المهم لو احنا هنستخدم الجينيريتور في المضخات الستاند باي وعندي مضختين الالكتريكي ومضخة جوكي في السيستم ان القدرات والكباسة الزي الخاصة بالمولدات تكون بتتوافق مع المتطلبات اللي هتحتاجها مضخات الحريق بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو هسيب ليك في الوصف والتعليقات رابط لتحميل مذكرة بانواع وتركيبات غرف مضخات الحريق هي تلخيص للشرح للموضوعات اللي تكلمنا عنها في الفيديو بالصور وكمان تقدر تتعرف من خلال الفيرس المذكرة للموضوعات اللي هنتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية كمان في الفيرس رابط مهم لتحميل مذكرة كونات نظام الاطوماتيك سبرينكلر سيستم وموجود بالفيرس رابط مشاهدة فيديوهات الشرح العامة للموضوعات الملف على قناتنا باليوتيوب